مازال المشهد في مخيم عين الحلوة في صيدة بجنوب لبنان ضبابيا على الرغم من الاجتماعات المكثفة بين مختلف القوى الفلسطينية البارزة وكذلك مع السلطات الرسمية اللبنانية فبين ساعة واخرى يسود الهدوء المخيم ثم تعود الاجتباكات لتشتعل ثم تعود لتهدأ من دون اي افق واضح ماذا عن مسار اللقاءات وتطبيق مضمون البيانات الصادرة عنها وهل الواقع الميداني في مخيم عين الحلوة ما زال خارجا عن السيطرة سيطرة القوى الوازنة على الرغم من اعلانها رفض ما يجري ام هناك اشياء اخرى في ثنايا المشهد معنا من بيروت مراسل الميادين الزميل عباس صباغ مرحبا بك عباس لو نبدأ سياسيا ونسأل عن ما حصل من اللقاءات هل الامور في المخيم بطريقها الى الحل ام هناك خطورة وممكن ان يفلت العقال من جديد تحية لك محمد والمشاهدين الميادين بطبيعة الحال اليوم وبالامس كان هناك عدة لقاءات بين وفد قيادي من حركة فتح من منظمة التحرير الفلسطينية ومسؤولي اللبنانيين وكذلك لقاء مشترك بين حركتين فتح وحماس في السفارة الفلسطينية كل المواقف يمكن ان تتقاطع عند الآتي اولا ضرورة وقف اطلاق النار ثانيا سحب المظاهر المسلحة ثالثا تسليم المطلوبين يعني المطلوبين هنا من تورطوا باغتيال ابو اشرف العرموشي في 30 من تموز يوليو الفائت وهم بحسب كل الفصائل معروفون بالاسماء هم ثمانية وصيب احدهم في الساعات الماضية بقية سبعة اشخاص حركة فتح الطالب بتسليم حماس في بيان اليوم ايضا طالبت بتسليمهم الجيش اللبناني يطالب بتسليم الحكومة اللبنانية ايضا يعني بحسب اللقاء الذي جرى اليوم في السراية الحكومية بين يعني عضو اللجنة التنفيذية في منظم التحليل الفلسطينية وعضو اللجنة مركزية في حركة فتح ومسؤول الساحة الفلسطينية عزامة الاحمد الذي نقل عن الرئيس الحكومة وقائد الجيش وقالقادة الابنيين بأن هناك إصرار لبناني على وقف الاقتتال في مخيم عين الحلوي وإعادة الاستقرار إلى المخيم وتسليم المطلوبين وأيضا إعادة فتح المدارس علم أن هناك مدرستين على الأقل فيهم مسلحين حتى اللحظة وبالتالي هذا يعرق الأولا انطلاق العام الدراسي ثانيا هناك تأكيد من كل الفصائل على ضرورة عودة المهجرين إلى مخيم عين الحلوي وضمان الاستقرار وفق خطة وضعت في هيئة العمل المشتركة الفلسطينية وتقضي بإنشاء قوة أمنية مشتركة من أجل أن تشرف على وقف إطلاق النار وأيضا تسليم المطلوبين لكن حتى اللحظة لم يترجم هذا على الأرض عمليا الاشتباكات تعود بين الفينة والأخرى إلى مخيم عين الحلوي تشتد أحيانا وتخف أحيانا أخرى لكن الجو بشكل عام لا زال المخيم يفتقد إلى تثبيت وقف إطلاق النار ولا تزال المساعي الفلسطينية والمساعي الفلسطينية اللبنانية مستمرة وبشكل مكثف هناك لقاءات ستعقد الخميس أيضا بين مسؤولين فلسطينيين واللبنانيين من أجل تثبيت وقف إطلاق النار وهو المطلب الأول للفلسطينيين واللبنانيين نظرا لأن اتساع رقعة الاشتباكات وتضرر محيط مخيم عين الحلوي في جنوب لبنان في مدينة صيدة وجواره وبالتالي هذا يلقي بذلاله على المشهد اللبناني العام المتأزم أصلا لعدد أسباب عباس هذا الموقف اللبناني وأيضا الموقف الفلسطيني وهو الطلب الأبرز الآن إيقاف إطلاق النار الأمور في الميدان كيف تجري نتحدث خلال الساعات أو حتى الأيام المقبلة يعني محمد نتحدث عن مخيم يعني مساحته كيلومتر مربع واحد وفيه كثافة سكانية عن مناطق وأحياء متداخلة عن وجود جماعات مسلحة خارج إطار موظم التحليل الفلسطيني والفصائل المعروفة في بعض هذه الأحياء بعضهم من المطلوبين للدولة اللبنانية يعني حتى بين مزدوجين لا أحد يفاوض عن العناصر المتشددة لأن أصلا هي عندما تخرج من المخيم سيتم إيقافها من قبل القوى الأمنية وتحديدها من الجيش اللبناني وبالتالي هذه المعضلة الأولى المعضلة الثانية بأن هناك تداخل في هذه الأحياء وليس هناك بالمفهوم العسكري بحسب ما أفهم ولو بتوضع من حسم لأن المسألة أولا تتحدث عن مخيم فيه كثافة سكانية فيه مباني أصلا لا تستوفي شروط السلامة العامة كسائر المخيمات في لبنان وشروط ارتطاع الدولة اللبنانية على طالبي البناء وترميم المنازل وغيرها ثالثا والأهم هو حركة النزوح من المخيم ومن دخل على الخط فجأة قبل أيام ليقيم مخيم رديف هذا ما كنت في الحقيقة أريد أيضا أن أسأل عنه لأنه المخيم إلى أين هل هذه الدعوات التي تحدثت عنها إقامة مخيم رديف هل هي بريئة ماذا وراء هذه الدعوات طبعا استجابت بلدية صيدة والمعنيين لقرار رئيس الحكومة حكومة الصيف الأعمال اللبنانية نجيب مقاطي ووزير الداخلية بإزالة هذه الخيم تم أمر مفاجئ ومستغرب بسرعة قياسية نصبت الخيم قرب ملعب صيدة البلد عن مدخل مدينة صيدة صيدة هي عاصمة الجنوب وتقع على بعد نحو 35 كم من بيلوت لكن المفاجئ بأنه كان هناك سرعة قياسية باستحضار الخيم بنصبها بتجهيز حتى المخيم ببعض البناء التحتية وهذا أمر مستغرب وعندما استفسرنا عن هذا الأمر قيل بأن البلدية صيدة ومعها منظمات أهلية وهنا السؤال من هي هذه المنظمات الأهلية التي تريد أن تقيم مخيما على مدخل مدينة صيدة وبالتالي تم إزالته وهذا ترك ارتيح لدى الفلسطينيين ولدى اللبنانيين على حد سواء أيضا أريد أن أسألك عن الوضع الإنساني في المخيم لأنه ترد مع كل اشتباكات هناك أيضا عائلات وهناك أطفال كيف يبدو الوضع الإنساني داخل مخيم عين الحلوة فلسطينية هي من سكان لبنان في مدينة درناء الليبية جراء الأسار من أربعة أفراد ذوي هذه العائل لم يستطيعوا تقبل التعازي في المخيم نظرا لسوء الأحوال الأمنية هذا يعطي مؤشر عن مخيم أولا هو يعاني من التهميش إن صح التعبير حتى خدمات النور ومعروف أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين في فلسطين تراجعت خدماتها بسبب حجب التمويل وتحديد الأمريكي عنها وبعض الدول الأخرى لهدف وحيد وهو إلغاء هذه المنظمة التي طعنا بشؤون اللاجئين واللاجئين على أمل العودة وبالتالي هناك محاولات حتى لشطب حق العودة لدى الفلسطيني والتالي الأوضاع الانسانية بطبيعة الحال أنها جدا مزرية في هذه الأيام إذا كان اللبناني الذي ليس لديه حرب واشتباكات وغير يعاني من ثقل هذه الأزمة الاقتصادية تضرب لبناني فكيف بحال لاجئين فلسطينيين ليس لديهم مقاومات الحياة الطبيعية حتى في الأيام العادية فكيف في خلال اجتباكات عبثية تدور في هذا المخيم والتالي هناك دعوات لوقف هذا الاختتال لأنه لا يخدم القضية الفلسطينية هو بالعودة إلى هذه الدعوات وأيضا بالعودة إلى الاجتماعات ونعود إلى ما بدأنا به كانت هناك اجتماعات وبيانات من فتح ومن حماس من باقي الأطراف الفلسطينية والأمور كانت تبدو في طريقها إلى الحل لكن ذلك حتى اللحظة على أرض الواقع غير موجود ما هو السبب؟ يعني إذا اقتبسنا من القيادة في منظمة التحريف الفلسطينية عزام الأحمد جملة رددها اليوم خلال مؤتمر الصحفي أكثر مرة قال بأن هناك جهات خارجية تعمل على تحريض بعض العناصر الخارجة عن القانون استخدم هذا التعبير والأكثر عندما قال بأن هناك حتى لدى القيادات اللبنية معرفة بهذه الجهات لم يسمي من هي هذه الجهات الخارجية وبالتالي هذه علامة استفهام لا تزال ترسم حتى هذه اللحظة لكن المسلم به محمد بي عند كل الفصائل عندما تقرأ بيان حركة حماس الذي جاء بعد جولة نائب رئيس مكتب السياسي لحركة حماس في الخارج موسى أبو مرزوح على القيادات اللبنانية وتقرأ بيان فاتح وبيان الفصائل الأخرى مسجابها الشعبية وغيرها كلها تتقاطع عند ثلاثة أمور وقف إطلاق النار تسليم المطلوبين وعودة المهجرين هذه الفصائل كلها متفقة على هذه المبادئ الثلاثة لكن السؤال متى سيطبك ذلك من يعبث بأمن المخيم وبالتالي ما هو الموقف المرتقب للجيش اللبناني من ما يجري الجيش اللبناني سقط له جرحة في الأيام السابقة قام بما يجب أن يقوم به حتى هذه اللحظة طبعا هل يتدخل الجيش اللبناني مناطق لبنانية ضمن عين حلوية لكن ليست تابعة للمخيم وتحديدا حقيقة التعمير أو الطوارئ كما تسمى في المخيم أم أنه سيبقى محافظا بقدر الإمكان على منع دخول مسلحين ومشاكل المخيم هذه أسئلة معقدة في مخيم يجب أن يكون يحوى عاصمة الشتات الفلسطيني هو عنوان حق العودة للفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها وبالتالي ما يجري في المخيم هو لا يخدم القضية الفلسطينية وهو اقتتال داخلي تعمل كل القيادات على وقفه بأسرع وقت ممكن الزميل عباس الصباغ مراثل الميادين في بيروت شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر